ابن عمر كان رجلا صادق الاثر والتتبع الاثر للنبي صلى الله عليه وسلم وكان صادق الطلب ايضا ولذلك جعله الله جلال فعله من السبع المكثرين عن النبي الامين كان اثريا محضى لما جاه اليمني وسأله عن تقبيل الحجر قال رأيت النبي يقبل الحجر قال رأيت ان زحمني الناس رأيت ان دفعني الناس قال يا يامني اجعل رأيت في اليمن او قال جع رأيتك خلف الكوكب رأيت رسول الله يقبل الحجر وانا سأقبله وكان ايضا من نبل ابن عمر انه يحيل على الاعلم في التخصص لانه رجل جاءه بآية يريد تفسيرها قال اذهب الى هذا واخذ منه التفسير وتعالى فقل لي ماذا قال فذهب الى ابن عباس فاجاب ابن عباس له فلما وصعت الاجامة لابن عمر ماذا قال نعمة رجمان القرآن ابن عباس هذه فيها تهارة القلب ونقال القلب مع انهم اقران والتحاسد قد يكون بينهم لكن هم يغلبون صدق التعامل مع المسلم مع صدقه مع الله جل في علان والادب يقدم وطارة القلب هي الفاعل الرئيس الى نسلح هذه الاخلاقيات النبي التي كان عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة